دلوقتي يا شباب عايز اعمل شبكتين اي بي برجان سكس وخليهم يكلموا بعضهم زي ما عمبارح اعملنا شبكتين اي بي برجان سكس تمام كده اهو طبعا احنا اخدنا المقدمة بتاعت الاي بي برجان سكس وعرفنا شكله وزي بنحطه وكلام من ده اهو اضع الرجل اهو التوصول الاولانية بتاعتي كابل ستريت اهو ما بين السويتش والجهاز الراوتر اهو اهو بتوصولها كلها ستريت اي حلو الكلام كده وهنيجي هنا نقول الشبكة ده تبقى الفين واحد 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 ها مقطتين ستلاش اربعة وستين النقطتين ده حد شاطر يقول لي معناه مين الباقي ده كله صفار ست صفار ست بلوكات بصفار تمام الشبكة التانية هتبقى الفين واحد اربع اثنانات اهو ستلاش اربعة وستين تمام كده أمام كده تعالوا نشوف بقى ازاي بند الاي بي لانترفيس عشان ندي الانتروفيس عندنا اخطر من طريقة تعالنا كده نشوفهم ما بعض عشان نحط الانتروفيس اي بي برجن سكس يا جماعة هم مساهلين الموضوع علينا قوي ايه بقى عشان نحط اي بي برجن سكس اي بي برجن سكس اول طريقة عندنا المانول بأدية كاملة اهو المانول ده يعني يدوي صح كده اهو المانول ده في فل بالكامل بأدية يعني احطها بالكامل بأيدي لايما استخدم طريقة اسمها اي و اي اربعة وستين اي و اي اربعة وستين لابن ايما حط طريقة منول بأدية لايما حط طريقة اسمها اي اربعة وستين حلو كده تمام تعالنا ناخد الطريقة الفل اللي هي المانول بأدية انا عندي الروتر اهو الروتر اهو عايز احط للبورت بتاعه ده هو ومشي للشبكة اسمها الفين وواحد اربع وحيد صح كده وكل صفار دي معناه ايه ان فيه اربعة صفار كمان فيه اربعة صفار كمان كده الشبكة بتاعت مشيستشار باعه وستين كل بلوك وقلنا عليه ستتاشر عدى ستاشر عدى ستاشر عدى ستاشر عدى ستاشر كده للبعصين بتاع الشبكة انا عايز اكدل بورت بتاع الراوتر ده هو اي بي الفين وواحد اربع وحيد كل صفار وفي الاخر واحد بس بقداية تمام طيب ممكن نغير شكل الشبكة يعني نخلوها كده عشان تبقى معنا الفين وواحد اهو اربع وحيد كمان اربع وحيد عشان ما حدش اطلقت كمان اربع وحيد ادى كده شرقم ايه رقم النيتورك اي دي عايز رقم الجهاز بقى رقم الانترفيز ده هو يبقى هنا كده نقطتين واحد اول اي بي في شبكة دي يبقى بتاع الراوتر ازاي احطوا بقى للراوتر تعالوا كده نشوف معنا هخش على الراوتر بتاعي اهو CLI اقول له no enable فاكرين enable بتاع مرة الفاتة ها configure مسافة terminal لو انت تشتغل اب بيرجان سيكس لازم تكتب الكوماند اللي جايدة علشان تاكتب الراوتر ان يشتغل اب بيرجان سيكس اب بي سيكس يوني كاست راوتينج اب بي سيكس يوني كاست راوتينج يبقى علشان اشتغل اب بيرجان سيكس لازم اكتب الكوماند دا الاول وبعدين وبعدين اخش على الانترفيس اللي انا عايز احط لها اب اهو اذا الانترفيس اللي عايز احط له اب اهو اهو انترفيس فاست زيرو على زيرو اهو هلو كده اقول له ايه اب بي سيكس الكماند الجادي دا ادرس رقم انترفيس ادرس الفين وواحد نقطتين اربع وحيد اربع وحيد اربع وحيد ده الشبكة خلصت نقطتين نقطتين معنا لنفس فار واحد سلاش اربعة وستين كده الانترفيس بتاحتك خلط اب بيرجان سيكس تمام وبعدين الكماند الشهير اللي احنا بنتبه اسمه ايه ده اول طريقة اني نكتب الاي بي بعد انترفيس بالكامل بايدي اهو اهو كوبي اهو وراح حطه فين في النوت بي دا اهو انا عايز يشوفه كده يشوفه في اي مشكلة في الحتة دي انا كده اديت انترفيس بتاعتي اي بي بيرجان سيكس ده اول طريقة عند دا وده هيبقى الجيت وي بتاع كل الايه للجهزة اللي تحت تعا ناخد كوبي كده اهو ونقول بقى الجهاز الاولاني والله في الشبكة دي هيبقى كامل اي بي بيرجان سيكس اهو الفين واثنين طب الشبكة سلاش كامل اربعة وستين طيب الجيتوي بتاعه هيبقى ايه هيبقى ايه جيتوي بتاعه اهو صح كده طيب الجهاز التاني هيبقى كام اهو تلاتة طيب الجيتوي اهو واحد سلاش كام اربعة وستين خلاص يا عم الشبكة دي كلها بتشغل اي بي برجن سيكس اهو طب عايزة بينك من هنا لانه ومال خش ده تدص اهو بقول له بينك على الجهاز مين اهو اللي هو تلاتة اهو شايفين ري بلاي اهو بيرضوا علي اهو في غلق اي بي برجن سيكس اهو تمام طب عايزة ماشيها بالباكت اهو طلع باكت من هنا لهنا جدت الباكت دي على فكرة تاني كده معي اهو باكت هيز مقفورة دي كليك عالصورس وكليك عالستنشن وهاتي السيميوليشن عشان نشوف الباكت هو يماشي اي يلا يا باشي صح الكلام طبعا لو انت قاعدت تتفرج من هنا للصبح مش طرف تعملها لازم انت راح انت تجرب بايه دك مرة واثنين وتلاتة تمام كده انا مش رجل اتجرب لك في البيت فلازم ان نخلقه تحت الباكت ريسل وتقضيه معاه واول مرة هتزهق وتاني مرة هتزهق وتالت مرة هتوردى البرنامج بايز ده طبيعي جدا بس لازم نجرب طيب دي اول طريقة عندنا ازاي بحط IP version 6 اللي هو مانوال وفل كلها بايدي فقال لك طب ما ده في حالات الشفاكات الكبيرة هيبقى الموضوع صعب اول ففي طريقة اسمها الـ EUI64 ايه بقى الـ EUI64 قال لك كل انترفيس كل جهاز بيبقى لهه كارت شبكة يعني الراوكر ضغب كده من فوق يا شباب عارفين الانترفيس دي اللي بحط في الكابل دي ده كارت شبكة زي اللي راكب في جهازك بالضبط كل كارت شبكة بيبقى له Mac Address صح كده الماك ادرس لو انتوا فاكرين كان 48 بيت يبقى كل جهاز بيبقى له ايه حاجة اسمها Mac Address الماك ادرس قديه شباب 48 بيت لو انت جتشوف طغوه مكتوب هشفنا قبل كده مرة صح كده واحد A B اتنين اربعة تلاتة اربعة A خمسة C اتنين A فهعتبر ان ده الماك ادرس هو لو بيت عديته هتلاقيه 12 هكسة 12 هكسة وكل هكسة فيه اربعة بيت يعني 12 في اربعة بكام 48 بيت يبقى ال 12 في الاربعة 48 بيت صح كده واحنا عارفين ان الماك ادرس هو فاكرين كنا بنجيبه ازاي حد الفاكر كنا بنجيبه ازاي ها ها حد الفاكر كنا بنجيب الماك ازاي ها انا ادفكوا اتبكت بيه ها اتبكت بكومند اسمه جيت ماك اه قد اصف طيب ده الماك ادرس هو قالك انت ممكن تيجي على الروتر تيجي على الروتر وتديره وتديره اول جزء بس في الشبكة اللي هو الاربع بلوك بتاع الشبكة وبعدين هو ياخد الماك بتاعه ويدفع على اربع بلوكات بتاع الشبكة بس كده كومن كام سمع بلوكات اهو مش كل واحد له اربع بلوكات اهو ماك اهو يعني انت هتيجي على الانترفيز بتاع الروتر وتقول له والله الشبكة بتاعتك الفين و واحد اهي اربع و حايد اهي اربع و حايد اهي اربع و حايد ده رقم الشبك اهو بس المفروضة IP بقى كم جزء تماني طيب هو عنده الماج بتاعه قوله استخدم الماج بتاعه الماج بتاعه كام 1AB2 1AB2 نقططين وبعدين 4-3-4A 4-3-4A أهو 4-3-4A نقططين وبعدين وبعدين 5-C-2A هذي 5-C-2A يعني انت هتدره جزء بتاع الشبكة وهو ياخد الماج بتاعه يبدأ الـ IP بتاعه يعني بس كده الـ IP نقص بلوك لأن الـ IP بيتاما بلوكات هياخد 3 من الماج وانت هتدره 4 بتاع الشبكة هيبه نقص واحد يعمله هو ازاي الواحد ده قال لك لطريقة استندر هيجي في النص ويضيف لوك جديد هنا في نص الماج بالزبط والطريقة دي جاي في الامتحان 3-F-E ده أول حاجة ها اعمل تبقى أول حاجة هو هيعملها هيجي في نص الماج بتاعه ويضيف 3-F-E ويروح للبت السابع البت الكام السابع في الماج اهو ويروح للبت السابع في الماج لو كان بزيره يخليه كام 1-F-E-A يبقى ثاني بقى طريقة ال-A-64 طريقة ال-A-64 يا جماعة بيعمل ايه الراجل كل جهاز بياخد الماج بتاعه ويضيفه على الاربع بلوكات بتاع الشبكة كده هيكون 7 بلوك هيجي في نص الماج ويضيف الكود 3-F-E ويروح للبت السابع لو كان بزيره يخليها بواحد كل حاجة بتنشرح حقيقة موجودة في الفيديوهات بس المشكلة بتذاكر بقى تمام ها طب تعالى نشوف كده هو فين البت السابع كل واحد من دول فيه اربع بت يعني الواحد ده توزيعه لما تيجي توزعه هيبقى 1-0-0 طب ال-A اللي هو 2-10 صح كده اتنين وثمانية قاسر هيبقى واحد واحد 0-0 قد البيت السابع كده واحد اتنين تلاتة اربع خمس ست ده بايه ده بواحد يا عم خلاص ما عملش في حاجة طب ده يا معلم لو كان تمانية ما هوش ايه يعني كان واحد 0-0-0 هيروح للبت السابع يخليه بكام بواحد ينضع معاك واحد 0-1 اللي هي ايه ايه كان ايه دي بالتمانية دي ايه باستاسي دي كده تيجينش في الطريقة دي تان تان نفترض ان انت عندك الماك ده هو تمي اهو واحد تمانية اتنين ايه اربع سي تلاتة ايه اف اتنين اربع خمس اول حاجة يروح للبت السابع لو لقاب زيره يقلبه واحد البيت السابع بها موجود فين يا حودة هنا ده بداية الخمسة لان ده باربعة فالتمانية دي تبقى كده واحد زيرو 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 صح? يبقى خمسة ستة سبعة تمانية السبعة اهو اللي بيبواحد يا ماني يبقى واحد زيرو واحد زيرو ينتقى معك ايه؟ تمانية واثنين عشرة يبقى واحد ايه اتنين ايه هذا اول حاجة هتعمل ايه؟ وتيجي في النص بالزبط وديفي تلاتة اف ايه يبقى انطق معك ايه؟ اربع سي اف اف نقطتين اف ايه تلاتة ايه نقطتين اف اتنين اربع خمسة دولة اربع بلوكات اهو وعنش افضل بروك في نفس هنا ديه بلوك الوحرية اه اصلا بروك بالصبت في النص في النص في عشمال الصفوف انت عندك هنا ست ارقام وعندك هنا ست ارقام فلما تيجي تقسمها اربعات اتنين افة يروح مع ده وف ايه يروح مع ده حلو طب تيجي نجرب الترقية دي عملي تمام تيجي نجربها عملي طب وانا جوا الروتر طب tendermdag 배�ام لا اعان اوجد ان الطريكن بين الناصر لا او اي او اmy 64 انه اون او اي او اي او اي او اي و او اوبا اي او او اربع و ستنين يعني الان او اي او افتنين ان يمكن ان اصال او 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 اي او 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 ا تنين certeza žبك كلان رجل يỗك أيض او 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 اطنيار اتنين اهو يعني ياخد الاربعة بلوك دول وياخد المج بتاع الانترفيس ويكمل بهم اي بي بتاعه انا مشيحطونا اي بي بي دي طب وما المج بتاع الانترفيس بتاع الراوتر ده بيجي ازاي بصوا كده بخش على الراوتر واخد كماند تاني اسمه شو انترفيس واسم الانترفيس شو انترفيس الانترفيس وا Camp you are into are there او anter a هو enter او تعو ناخد كوبال اول عشان احطفوه forward enter او انتر او او ماشي واحد احد اي او قال لك والله الانترفيس له ده ما持 반복 دير المجлект بتاعك كام شايفينه او ده المج Sanders او him يقول كومل تاني يا شباب كومل تاني او عشان اجيب الماج بتاع الانترفيس بعمل على المود الثاني طبعا خدنا بلح المود الأول والتاني والتاني على المود الثاني طبعا لو قعدت أدن للصبح تمام كده وانت ما تجربتش بإيدك مش تاخد بلك من الحاجات دي على المود الثاني شوء انترفيس واسم الانترفيس فيجب لك الماك بتاعها طيب حد بقى شاطر يقول لي بعد ما نعمل الـ IP بالطريقة دي هذا الماك اهو هيبقى الـ IP check اهو هنجي في النص ونضيف 3F صح؟ هذا في النص اهو F F تمام؟ F E صح كده ودي بدل ما يدوت هتيبقى ايه؟ كولة طيب الـ 7 فين؟ بـ 0 صح كده هنحط واحد فيه زي هيبقى 0 جاء اللي هو كده هنحط واحد في 7 عادي من نقول هنا 5 6 7 8 اهو يبقى دي ايه؟ 1 دي ينط ايه؟ 2 الله يقريمك تمام 2 صح كده؟ ومش احنا خدنا مبارع ان اي صفر على الشمال مالوش لازمة؟ هيشيله هو كده اهو وهيحط الرقم بقى بتاعت الشبكة قدامه اهو 2001 2222 2222 2222 بس يا عم ده الـ IP بتاع الـ Interface بتيجي نجرب كده وانتفقى تاخد الـ IP ده ولا لا؟ ها بتيجي نجرب كده؟ اهو يلا في الانتحان طبعا هجيب لك كلمات ويقول لك الـ IP بتاعك هيطلح كام؟ بطريطر ايه اربعة وستين تمام؟ يلا يعمل هنيجي على الفتحة بتاعت الـ Router اهو ونيجي نقول له Configure Terminal Interface Fast 0 على واحد IB V6 Address 2001 مقطتين 4 اثنانات مقطتين 4 اثنانات مقطتين 4 اثنانات دهو بتاع الشبكة هون وبعدين سلاش 64 وبعدين اقوله ايه؟ بقيت الـ IP مش هكملولك EUI 64 هنديته الـ 4 بلوكات بتاع الشبكة هون وبعدين نقطتين قطتين فوق بعض معناها ان ايه؟ ان الـ 4 بلوكات تانين دهو الرقم اللي هست مش هدهولك قوله ايه؟ مو مش هده هون هناخد ده ايه؟ كوب يا شباب كده ها اهو كده كده حلو الكلام؟ تيجي نشوفه واخد الـ IP كان بقى؟ هل هو الـ IP اللي احنا طلعه مصن تجناه ولا لا؟ تعال كده هذا الـ روتر بتاعه وانا عشان يشوفه الـ IP بتاع الـ Interface اعماليه لا انت مش تعمل حاجة تعمل شو فيجيب لك كل الفتحية بتاعت الـ روتر اللي خلق شو اللي بيدلع بقى وقولك الكماندات كتير ومش كتير لقى يا باشا ده فيه ناس حافظة كوماندات الـ CIE اللي بعد السلسين بيه كمان امام كده انتر جاب كورس واتهرج كوماندات مش كتير خالص امام كده وانتر ادا الانترفيس الاولانية واخد الـ IP بتاعناه وادا الانترفيس التانية واخد الـ IP التانية لو انت عايزها في ورقة جبالك في ورقة كلها تمام بس هو احداة ان احنا بناخد الكورس كل مرة بنقوم بشوات كوماندات جديدة فالمفروض يا باشونس محمد تروح تدربه من اول سمسطر الجاي بيبقى كيلة باد كل توبكس بتاخده نظر بيبقى عليه اللاب بتاعه فالمفروض بتنكيزه انت بايه ده تقيمنا قوضي ايه ها مناني حالا موجودة هنا امام كوبية اهو 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 شايفين يا جماعة ده هو ده هو لو خطيتم تحت بعض هيطلع هما هما اقول انتوا استنتدتهم هما هما صح دي طريقة ايه اربعة وستين يبال اما اقدر راوتر الاي بيب الكامل بايداية لاما اقول له استخد طريقة ايه 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 اربعة وستين يعني هديك رقم الشبكة وانت كمل باقية الاي بيب بتاعك مع نفسه ها ها في مشكلة كده ها لحد كده في مشكلة طيب ناخد ده كده كوبي اهو ونروح هيبه ده الجتوي بتاع الاجهزة بتاعتنا اللي هنا ممكن اقول له الراجل با اهو اي بي الاي بي بتاعك هيبقى والله كده الاي بي بتاع الجهاز يعني بس هيبقى اثنين اهو ده بتاع الجهاز اهو سلاش اربعة وستين الشبكة والاي بي بتاع الروتر بسه حاطينه حالا اهو تمام والراجل دوت هيبقى الاي بي بتاعه اهو ثلاثة كل اي بي بتاع الروتر بتاعناك بيت واي وهو سلاش كام اربعة وستين لو جينا نفزنا بنجنا من هنا لهنا هتلاقي بي بنج عادي ما فيش مشكلة خلص اهو من هنا لهنا هنقول لهو سيميوليشن يلا يا عم شايفين بدنا مشى زي الفول اي وانت شغال اي بي برجن سكس صح? ها? حد عنده مشكلة في الكلام ده? لو هانت سيعملها من عدوس اعملها يعني انا ممكن اخش عدوس كده بتاع الجهاز ده وقول له ايه بينجا على الشبكة التانية الفين واحد اربعة اتنانات اربعة اتنانات اربعة اتنانات نقطتين نقطتين اتنين ايه ايه برنامج لا هو سيسكو متنزلش حاجة تعلمية بس لو اقصدها بالانجليز يجبها لك اه مفيش نشكلة بس ده برنامج عادة ممكن قاعدة تطبق فيه جيب تمام كده وانا بعمل حاجة واحدة واحدة اهو مع الدمكة باش منسو حاجة خلاص هو برنامج ما تخافش منه يعني برنامج كأنك كأنه برنامج جديد تلعب عليه بس واحدة اتعرف الوبشن بداحة كلها ها ها المساشة ها ربلاي ربلاي فروم كاز اهو الراجل بيرد علي اللي هناك اهو اللي اما اكتنى شايفه طيب لو قالك انريت شابول يعني لو انا اجيت بنيكة مثلا على واحد يا ماي اسمه خمسة مش موجود اساسا اهو ازل اخريك وستايم اوت اهو شايفه امم اهو عندما لو موجود هنروض بعليك برنامج ده الدوس بتاع البرنامج نفسه ده الدوس بتاع البرنامج اهو يعني بخش على الدوس اه اهو كماند برون بتتدوس اهو ايه ايه ده دولك او بحدي ايه او ده عشان احطه اي بي للجهاز تمام كده ده لما يكون موصل مودل بالجهاز لسه ما اخدناه ايه ده لما يكون بعمل بيه فاكرين بدا لما وصلنا بيه كابل كونسول وبتوى الترمين ده الدوس بتاعه ده لو عايز افتح النت من عليه مثلا لو انا عنده سيرفر وبجرب نتو بتاعه عامل جلاب في نت على الباكة تريسة تركش او لو عايز افتح النت على حد او كلام من ده لسه بقى اجاي الكلام ده او من هنا تمام او بروزر ده كأنه بيفتح نت مسلا فانا بجرب بقى بجرب اللاب بتاعه اعمل سيرفر شكل فيسبوك وخلي الناس تخش عليه وانا او واحد انه يخش عليه الكلام ده بتسي الكلام ده من ده من ده طبعا من كده الحاجات دي بتبقى في السيرفر يعني ما تشغل عشانه لا مش سيرفر دكلاين دي كل دكلاين السيرفر او ان شاء الله بعد كده ان شاء الله هده فيه حاشهوله سيرفرات هنجيب سيرفر او ادى سيرفر ايه هندسة اعم السيرفر ده بقى فيه منه انواع بقى او حسب السيرفر بتاعته HTTP وDHCB وDNS اعم او شبكة شركة لو شبكة شركة هرسمها الاول هنا هو زبطة نفسه ايه بالزبط بالزبط ده لو انا عايز اجرب الشبكة الاولى على الباكتر يصير اجربه وقته بالcommand up بتاعاتها وانا نفزها واشوفيه الدنيا وده راح نفزها في الواقع تمام كده بيعملها في سيميوليشن اجهزة بالزبط اللي موجودة في الواقع ها تمام كده اعم اللي ايه بس هتلاقي سهلا ان شاء الله ها تمام ها تمام اه الجروب ده غريب صراحة انا قوم مرش في الجروب كده الجروب اللي سنجل فيه اتناشر واحد في كل مرة سبعة ستة ما اعرفش ايه غريب وبعدين المحاضرة اللي انت بتغيبها صراحة يعني مشكلة لانها اربع ساعات وانت عشان تفركون لوحدك مذاكرة عايزانهم بتاع الاربع ساعات يدربهم بثلاثة بس ايه بس كده ان شاء الله بس بس المفروض المفروض وحيد بعطول يعني في اليوم يعني المفروض انا هاعرف من الكلام ده من المهندسة نهلة قالتلي بس هفتح لكم تحان الجمعة الجاية فالاسبوع الجاية هيبقى اوف هيبقى اجازة الاسبوع اللي بعده ان شاء الله بعد يوم السابط هنعرف ان شاء الله ها لانهم كمهم ها 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 هينزلوا هنا الكلام الاثنين احنا بتاع قنام الجمعة ها أجل الإنحانة يمتح من 12 إلى 12 هو الإنحانة يعني أنا أخبره الإنحانة خلاص في أي بحق برج انكس مخوضي برجة في اه ممكن أن أتبه على كثير من المنظف أنا تبعت بها برج انكس مخوضي خلاص الاجتماعية برجة مبارعة شبكة سيكس وشبكة فور دي مش عانا في الكورس بس النف تامده تمام كده لا والله يقول لكم ابتحان واحد شفتم انا مش هتقلكم ابتحانات مختلفة هو ثلاثة من ديول ثلاثة نمزج المفروض انا اكتبهم هنأكتب لكم جموزة واحدة والمفروض السئلة اعمل لها راندوم اخليها لأزمها اي نعم ايه مشتكل عليه� لها انام اعرفش مع او لبي ولس ان ngo ساء والله ا hats MIT ايها اشيريكم اصرالكم برا اye طعا ايها ما انت اكدا وانا بسجل واهتدوني بزاه طيب يلا نكمل هم حاجة بس يا جماعة والله بجد انا بجد ولاز علينا عشان انتم ما بزكروش صراحة طيب كده نشوف مع بعضنا فيه عندنا بقى استراتيجي علشان احول من IP version 4 لIP version 6 فيه استراتيجي الاستراتيجي دي مش علينا غير نظري بس قبل ما نشوف الاستراتيجي انا بس عايز اقول ان فيه طريقتين عشان احط الIP version 6 طريقة المانول ودي خدناها نحط كله بايدنا او طريقة بسخدام الO64 فهو هيستخدم جزء فيه جزء ثاني اسمه اوتوماتيج بقى ان انا احط الIP version 6 الوحلي اوتوماتيجي الاوتوماتيج دي فيه ثلاث طرق حالينا في السمسر الاولاني نظري طريقة اسمها statless address auto configuration لان هتلاقوه مبنيين في الانبحان وطريقة اسمها statless address auto configuration زائد الDHCB وطريقة اسمها DHCB Only او الستيت فولي استيت فولي اللي هو DHCB Only الثلاث طرق دول يا جماعنا هشرحوا بحالنا هم هم علينا نظري بس مسر الجاي هنعمله مع عملية تمام ازاي حط IP address للاجهزة بس اوتوماتيج ووحنا في الIP version 4 عشان نوزع ايبهات اوتوماتيج ونستخدم ايه الDHCB السيرفر بتاع الDHCB وايه كطريقة واحدة بس تمام كده؟ هنا عندنا في الIP version 6 تلات طرق هلو الكلام كده؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعضانا في التلات طرق بتوال اوتوماتيج اول طريقة عندنا اسمها statless اهو address دي اول طريقة ايه auto config statless address ايه auto config في الطريقة دي هتجمعها اسمها ايه؟ l اللي هو الستاتلس يعني address auto config تمام؟ state و ايه اللي بتاع اللس في الطريقة دي الروتر بتاعي بيبقى فيه هنا انترفيس ومتوصلة بالسويتش او والسويتش ده متوصل عليه الاجهزة بتاحتي اهو فانا بروح اد اي بي لانترفيس بتاع الروتر اقول له مثلا انت الاي بي بتاعك الفين واحد نقطتين نقطتين واحد انا عايز اعملها لك بس دي دي في السمسر دول اعملها لك حاضر اعملها لك حاضر لا نعملها في السمسر اعملها عادي مش مشكلة اهو نيو اهو هجيب الروتر اهو حالو كده وادا سويتش اهو وادا الاجهزة بتاحتي هي اللي موجودة عندي في شغلي اهي اوصلهم بكابل ايه؟ كابل ستريت اهو اهو الكابلات اللي خدناها المرة لجدت كابل متقرج نوع ايه؟ استريت اهو حلو الكلام كده اهو واجه على الراجل ده اهو على الانترفيس ده اهو هديلها اي بي اهو اهو سي ال اي نوع اهو انابل configure terminal هلو الكلام كده؟ هه انترفيس fast zero على zero بس انا نسيت حاجة مهمة قبل ما اعمل الانترفيس لازم الاول اكتف الاي بي version 6 بقوله اي بي version 6 unicast ايه؟ راوتنج ده على ال global configuration بتاع الروتر اهو لازم الاول اكتف الاي بي version 6 وقومند ده وبعدين اخش ده الانترفيس اهو fast zero وعلى زين اقوله اي بي بي 6 ادرس الفين وواحد اربع وحايد اربع وحايد واحد ستلاش اربعة وستين ونوشت ده دي زي الطريقة اللي ايه المانوال العادية هاي؟ اديت اي بي الانترفيس اهو صح كده؟ اهو انا اخد ده كوبي كده لحد دلوقتي عشان ما حددش يتلخبط عشان اقولك بقى الكماندرات الجديدة اهو 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 اعمل ايه؟ سيربر 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 نت واحد بس ازيد كده الطريق الاولين خلصت سيربر هتعمل لك كده وقت الكماندرات دول روى بس عليا كده هقولك هتعمل ايهو؟ يبقى فيه كوماندرين هم اتكتبتهم واحد كتبته على global configuration اسمه IP version 6 DHB pool network 1 ودخلت جوا الانترفيس وديته اسم الايه؟ اسم البول ده اهو 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 اكتب الكماندرات دي اهو بس بس فيه برنامج كده خدنام بارح هأغلو لك قبل ما تمشي النهاردة وهنفتح الرويوتر مع بعض هيفتح لك الشاشة اللي انا عمل افتحها ديه بشوانسة الشاشة اللي هي البيضة بتاعت الاوامر دي تمام؟ ووصل للرويوتر بكابل اللي هو اللبن اللي هناك ده تسمه كابل الكونسول بالبورت بتاع الكونسول بقى الرويوتر او السويتش وهستطب عندي برنامج على المكنة عندي على الجهاز عشان نفتح الكونسول بتاع الرويوتر تمام كده طيب ايه اللي حصل بقى؟ شوفوا كده يا جماعة الأجهزة دي انا مش هحط لها ايبهات انا بس هخش على الجهاز واقول له اوتو كونفج الجهاز اوتوماتيك خد اي بي اهو وخد الجتويل واحدة اهو شايف يا ماني؟ اهو الجهاز اللي بعده اهو اوتو كونفج كده الرجل اليوزر مش هيرح يحط ايبهات للأجهازة ده اول واحدة الجهاز بتاع الوطيبية بايه؟ مش هواية الكوماندات اللي احنا كتبناها دو الرويوتر الطريقة دي بيسموها بيتمي ازاي الطريقة دي يا بقى؟ وايه اللي بيحصل؟ بتقنشرح واحدة واحدة كده اللي بيشروح حضرتك ان الجهاز بتاعك اول ما بتعمله اوتوماتيك بروح يبعت رسالة للرويوتر الرسالة دي اسمها اول رسالة عندنا اسمها راوتر سوليكتيشن اهي محليش المصلاحات غريبة شوي او راوتر سوليكتيشن يبقى بيهاز بتاعي؟ فاكرين الرسالة اللي كان بيبعتها في الديشتبي سيرفر كان اسمها ايه؟ كده ابي برجان فور؟ حد فكر اول سالة في الديشتبي سيرفور كان بيبعتها في الديشتبي سيرفر؟ رسالة اسمها ايه؟ دي اسمها راوتر سوليكتيشن راوتر سوليكتيشن دي الاي بي بتاعها مالتي كاست اي بي اهو اف اف زيرو اتنين اتنين الاول ما يكتب الادرس ده معناها هنرسالة تروح للجتوية بتاعته فالرسالة الاولانية اسمها يا جماعة؟ راوتر سوليكتيشن يقوم الراوتر بتاعنا راوتر عليه برسالة تانية اسمها راوتر أدورتايزمنت را اي يبقى رسالة للراوتر بروضة عليه بيها اسمها ايه؟ راوتر أدورتايزمنت راوتر أدورتايزمنت دي فيها ايه؟ فيها اول 64 بيت للنتورك فيها نتورك اي دي وفيها البريفيكس بتاع الشبكة وبيقول للجهاز استخدم ايه اول 64 عشان تكمل الاي بي بتاعك استخدم المجبداع عشان تكمل الاي بي بتاعك وفيها كمان رقم الجيت وي اللي هو الاي بي بتاع الراوتر لو جيته بصيته كده لو جيته بصيته كده جوا الغسالة بتاعتنا اهو هتلاقي ايه؟ هتلاقي هذا الاي بي بتاع الجهاز اهو واخد الماء بتاعه بتاع الجهاز وعمل تريد فيها 64 وفيه كمان الجيت وي بتاع الراوتر اول اي بي بتاع الراوتر تمام كده؟ طيب دي اول طريقة عندنا اللي هي من الطرق الاوتوماتيك اسمها يا جماعة Stateless Address Auto Configuration بس للأسف الطريقة دي الراوتر ما بيدكش حاجة مهمة اللي هي مين؟ اللي هو رقم DNS فكده الأجهزة مش هتعرف تخش ايه؟ نت ده انا اشغاله عندي في المطلحة اشغاله عندي في الشركة علشان كل جهاز ياخد I-B انما انا مش عايز اخنا خلي الأجهزة تخش نت فاستخدم الطريقة الاولية دي طب الطريقة التانية بقى عندنا الطريقة التانية عندنا اسمها اهو تاني طريقة عندنا ان ممكن اعملها Stateless Address Auto Configuration زائد مين؟ DHCP الراوتر بتاعنا اهو هيبقى متوصل بجهاز اللي هو DHCP وده السويتش اهو وده الجهاز اللي عايز ياخد I-B اهو الجهاز هيبعت راوتر سلوكتيشن للراوتر بتاعنا فده هيرد عليه بايه؟ براوتر أدورتايزمينت راوتر سلوكتيشن فيرد عليه براوتر أدورتايزمينت هيقول له خد المعلومات خد ال I-B ليه بتاعك اهو وخد ال Different Digitway واستخدم طريقة ال I-A 64 عشان تكمل بقية ال I-B وخد ال Prefix بس روح كلم ال DHCP Server عشان ايه؟ تاخد منه رقم ال DHCP الناس فيبع عندك DHCP Server بيوزع الناس مين يا جماعة؟ رقم السيرفر بتاعنا اهو، فيروح يعمل ايه؟ يروح يعمل راوتر سلوكتيشن على ال DHCP فال DHCP بعطه ايه؟ راوتر أدورتايزمينت فيه ال DHCP الناس؟ الطريقة الثانية دي اسمي يا جماعة؟ Stateless Address Auto Configuration مع مين؟ دي اسمي دي اسمي دي اسمي دي اسمي دي اسمي الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هي نفس الطريقة اللي بشغلها في ال I-B برجن فور يسموها Stateful قد الراوتر اهو ها وده سويتش وده الجهاز بتاعك وده ال DHCP يجي الجهاز يتكلم الراوتر يقوله نعايز I-B فالراوتر يرد عليه والله انا ما عنديش I-B لك بس الرد عليه بقر ايه؟ رحات ال I-B بتاعك من مين؟ من ال DHCP فهنا كل المعلومات بتاعتك انت عايز ان تخذه من مين؟ من ال DHCP فالراجل ده بيعمل سولكت على ده يقول له هاتل ال I-B فده يرد عليه ب I-B وDNS وصبنة ماسك طب الطريقة ما بين الطريقتين الاولين والطريقة الثالثة الطريقة الثالثة دي انا بابا مسجل عند الراوتر بول شبكة ألفين واحد أهو أربع وحايد أربع وحايد أربع وحايد نقزين نقطتين أول جهاز هيروحه هيددله واحد I-B الأولين ثاني جهاز اثنين ثاني جهاز ثلاثة طب الطريقتين الاولين كان بيدله رقم الشبكة ويقول له استخدم المك بتاعك عشان تكاريتر I-B طريقة الثالثة دي الجماعة اللي هي ال Stateful بيدي الجهاز I-B بالكامل وبالترتيب أما طريقتين اولين كان بيديك رقم الشبكة بيقول لي الجهاز يستخدم مين المك بتاعك تمام؟ طيب تعالوا بقى نخش على الستراتيجي ازاي ال I-B version 4 بيكلم ال I-B version 6 هم ثلاثة استراتيجي اول تستراتيجي منهم اسمها ال I-B version 6 الباسمودس محمد عنده فوتوشيبة راجل شغال على شبكة بتاع الصيونة فعنده فوتوشيبة اجهزة جديدة بيحط له I-B version 6 واجهزة قديمة شغال I-B version 4 واجهزة شغالة الاتنين 6 وشغالة 4 يعني هو داخل على الجهاز اهو من هنا تمام كده لو انا عندي كابل شبكة انه كابل شبكة ليه كابل شبكة اهو ادي كابل شبكة اهو عشان بس active كابل الشبكة بتاعي اهو 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 لو انا عايز احط اهو 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 كده فور هيكلم فور والسكس هيكلم مين والاتنين شبكة واحدة يبقى ديوة يستجديب استخدمها امتى لما يكون عندك اجهزة شغالة فور واجهزة شغالة سكس حلوة كده بس انت ما معلش فروس تجيب سويتش تاني عشان تحط سكس الواحدة وفور الواحدة ها تمام تمام دي الطريقة الاولة ناية الطريقة التانية باستخدمها انت الطريقة التانية اسمها الطانل النفع ها شركة مبنيل عندها فرعين اتنين فرع في القاهرة وفرع في اسكندري مثلا وانا معهم فروس فالاجهزة كلها جواههم شغالة اي بي بيرجين سكس هنا وهنا بس دي كومي يربطوا الفرعين ببعض راحوا التي داتا تي داتا لسه الاجهزة بقيتها شغالة اي بي بيرجين فور طب الحل ايه فالادمن بتاع مبنيل قالهم لا ما فيش مشكلة عند الراوتر اللي موصلنا بتي داتا هنعمل حاجة اسمها تانل يعني ايه تانل لو الباكت خارج من هنا بيرجين سكس هنحطه في باكت بيرجين فور ونعديه من الشبكة فور يروح اليمة التانية معمول هنا برضو تانل هيعرف ان انت عامل انكابسوليشن كم مرة مرتين يشيل الفور ويدخل الباكت سكس جوه ايه شبكة يبقى طريقة التانل ديت يا جماعة بيتم امتا لو كان عندك فرعين اتنين شغالين سكس ومشيين بوا شبكة فور شكل شبكة البروفايدر اللي انت اقجارها مثلا من تيدات الحل تعمل ايه بيجي على الاتجي روتر اللي هو الروتر اللي موصل لتيداته ونزل عليه حاجة اسمها تانل تانل ده بروتكول بيعمله اسمه ال جي ار اي ممكن تروح تصير شعاليه النهاردة اهو ونقص مصر الرابع ال جي ار اي ده ال جي ار اي ده بيعمل ايه هي باكت سكس ما تنفحش تمشي جوه باكت فور جوه شبكة فور في ايه حاطتها جوه علبة ايه فور ونمشيها من الشبكة فور تروح عند الاتج بتاعك اليام التانية يشيل العلبة اليها فور ويبوسع على سكس الجوه بدخلها جوه شبكة يبقى التاني طريقة يا جماعة الادمن بيعملها اللي هو الطانل الطانل اللي بيستخدمه في ايه محمود بيستخدمه لو عند شبكتين سكس وفي سطون شبكة فور وعايز الشبكتين سكس يتكلموا من غير ما شبكة فور تهيه توقفوا الطريقة الثالثة حاجة اسمها نات سكس وفور نات اربعة وستين دي بعملها ازاي الروتر عندي البشمهندس محمد عنده في شركة عنده شبكة كاملة شغالة سكس وشبكة كاملة شغالة فور وهو عايز الاتنين يتكلموا مع بعض الحالة ديت يا جماعة باجه اشغل سوفت ويره على الروتر دهو اسم مونات اربعة وستين ايه نات اربعة وستين لما يكون باكت جاي من فور وعايز يقدر شبكة سكس اشيله الاي بي برجان فور بتاعه وحط مكانه اي بي برجان سكس بتاعنا وعديه للجهاز الجهاز يخلص كلام يبعط اشيله السكس اللي انا حطيته ورجع فور خناية سكس و فور لو عندك شبكتين بتوع كنت واحدة فور وحدة سكس واخذيني كمين مع بعض فبناملين الاتوات الاربع وستين صان وبرك عملا الاتوات الابات التانيين انت بتكلم عنهم الدالة الي بيحول من برايبت اي بي بابلك اي بي في منها نوع اسم مونات اربعة وستين بيحول من ربي برجان سكس والاي بي برجان فور الله يكرمه ما وندي خسارك تتكرمه ترانزليشن تحويه الرجل كان فاكرة من المبارح 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 ها خلاص كده التلاثر الاستراتيج يفيهم اي مشكلة ها التلاثر الاستراتيج دول فيهم مشكلة طيب تعالوا نشوف موضوع تاني كده اسم الارض الارض ده تصار كلمة address resolution protocol الارض ده تصار كلمة address resolution protocol protocol بس قبل ما خش في الارض عايزه كده تفكروني بالليار حد شطر كده يفكروني بالليار اول ليار فوق اسمها ايه application وبعدين presentation ايوه وبعدين session وبعدين transport وبعدين network وبعدين data link layer وبعدين physical ايوه ده لانا ده لرقم سبعة ده لرقم ستة ده لرقم خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد صح كده كان هنا البيانات بتاعتك اسمها دا دا بتنزل وانا ببعث بتنزل بتيجي عند الترانسبورت لير تتقطع اجزاء فاكرين اهو كان يوم اقطع اجزاء وضيف لها هيدر الهيدر دا اما يكوني 20 بايت لو انا بشغال ايه او 8 بايت لو انا شغال ايه يو دي بي صح كده؟ وكان الداتا هينا اسمها ايه شباب؟ سيجمانت ايبا لما يجلي في الامبحان يقوله ذاتا اسمها ايه؟ اقوله سيجمانت يبقى الداتا اسمه ايه؟ سيجمانت والسيجمانت دا هو كان بيبقى فاقه كان الهيدر بتاعه بيبقى فاقه لاما هيدر التيسي بيه والتيسي بيه كان بيدفي السورس بود الويندو سايز الانبور الانبور صح كلام حد كان فاجر السورس بورت الانبورت بتوقع ايه ها بتوقع البرنامج اللي بيبعد والبرنامج اللي بيستقبل اللي هو السيرور صح كده كل واحد من دول بيبقى له رقب بعد كده هنروح하는 لير sociale اللي بعدها ليه لير کیم الانبورت لير ه discovery وبعد الاستيقبلة الانبورت لير هو ب libr رجل ما الانبورت لير الانبورت لير سيضيف لما ہے الانبورت لير لاما 40 بايت لو انت شغال إيه؟ IP version 6 طب والداتا بتاعتك اسمها إيه؟ اسمها باكت ولما يجيلي في الامتحان يقول للداتا فلير اسمها إيه؟ باكت الداتا فلير فور اسمها إيه؟ سيجمانت طب فلير اسمها إيه؟ أنا كنت أضيف مين؟ كنت أضيف مين؟ كنت أضيف الإي بي اللي بيبعد الإي بي اللي بيستقبل السورس إي بي والدسنشن إي بي أهو لما رف كمان صفحة كده ونقول له بقى طب الباكت ديت يا عم فلير اسمي كنت أضيف عليها إيه؟ آه كنت أضيف عليها السورس إي بي والدسنشن إي بي رقم رقم الجهاز اللي بيبعد ورقم الجهاز اللي بيستقبل وما الفلير فور كنت أضيف إيه؟ كنت أضيف رقم البرنامج هنا وهنا اللي بيسموا إيه؟ السورس بورت والدسنشن بورت طب وهنا في الدولير والدسنشن بورت بضيفة السورس إي بي العنوان بتاع الجهاز هنا وهنا حلو يبقى إحنا هنا كده ما بيننا وبين بعضنا كبلاد كده خلاص وأنا عايز أبعد باكت لإيمان لير فور بضيف البرنامج اللي عندي والبرنامج اللي عندي إيمان اللي بيكلمه بعض حلو طب لير سري بكي وضيفة الأنوان بتاعي والأنوان بتاع إيمان يبقى البي ده عبارة عن إيه يا جماعة عنوان تمام؟ والداتع عندنا في لير سريف باسمه إيه؟ باكت طب في لير تو يا معلم بقى إيه اللي بيحصل في لير تو باخد الباكت ده هو وهي أنازمة في لير تو هي؟ اهو هدى الباكت هي عام في لير تو اللي فاها الهدر بتاع التي سي بي واللي فاها الهدر بتاع النتورك صح كده؟ تعال يا إسلام فاها الهدر بتاع مين؟ بتاع مين؟ التي سي بي والهدر بتاع مين؟ بتاع الـ i-B وعليكم السلام لو تحب تعتبر في لير سي بينا دعالي إيه؟ طيب ممكن تنظرنا لنوش الساعة بس بريك في البريكة أحط لك الحاجة ماشي. ماشي حلو. دور بس ما ازانش. الدور فضل وصعر لربعة. الدور فضل وصعر لربعة كباني. ماشي. ها. يبه هنا هو فليارتو بيعمل ايه؟ بيدفل غدر ويدف ديل. ايه ده فليارتو؟ اهو فليارتو. والداتا اسمها ايه هنا؟ اسمها فريم. يبه فليارتو بيدف يا جماعة. هيدر و تيلر في الاخر. تعال شوف بقى الهيدر و تيلر فهم ايه؟ اهو. تعال كده نشوف. فلما يقول لك ديترين كليار. الدور باسمها ايه ديترين كليار؟ فريم. الفريم ده عبارة عن ايه؟ الفريم ده عبارة عن الداتا اللي جاية لي من لير سريم. بيسموها ايه؟ بس كده؟ الداتا اللي جالي من لير اللي قابلي بيسموها البيلود. يبه لما يجي لك بأي انترفيو يعني ايه كلمة بيلود معناها؟ دي الداتا اللي جالي من لير اللي قابليها. هيدفلها رأس هيدر اهو. ويدفلها ايه؟ تيلر اهو ديل. الرأس ده بيبقى فيها رقم الكرت اللي بيبعت. السور سماك. رقم الكرت بتاعي. ورقم الكرت مش بتاع ايمان. بتاع اللي بعدي. وانا عشان اوصل لامان اوصلها ازاي؟ ابعت القلم ده للبشموندس محمد. والبشموندس محمد هاو شايفين؟ هم كده بعملوا فريمات هاو. شايفين؟ طب وايه اللي بخلي القلم يمشي كده؟ قص فيه الانوان بتاعي وفيه الانوان بتاع البشموندسة. ها؟ يبقى السور سماك ده رقم الكرت بتاعي. الديستنيشن ماك بيسموه يا جماعة. الديستنيشن ماك ده رقم النيكستوب. ايه النيكستوب؟ رقم جاري. طب لو كان ده أسان معايا في الشبكة خلاص القلم هيرحمه. طب لو نكستوب ده شبكة تانية. يبقى ودي لجيت وي ده نكستوب بتاعي. طب وايه اللي موجود في التيلر بقى؟ بيبقى فيه حاجة اسمها الفي سي اس. اللي هو معادلة بتتم عنده السورس. فريم. اتشيك ايه. اتشيك سامو. معادلة بتتم عنده السورس. وبتتم عند الديستنيشن. يبقى منتهر بسرطة كده. في برنامجين اتنين عايزين يكلموا بعضهم. على الجهاز ده. والجهاز ده. البرنامج الاولاني اسمه. اكس واي زد. بيكلم برنامج تاني هناك اسمه اكس واي زد برضه. العملية بتاعت البرنامج دي بتنحط على اكتر من طريقها. اول حاجة بضيف رقم البرنامج. هو رقم البرنامج ده كام؟ عشر. طب رقم البرنامج ده جوى الويندوز ده كام عشرين. اهو. ادستورس بورت. والدستنيشن بورت. رقم البرنامج على الجهاز هنا. ورقم البرنامج على الجهاز هنا. ما انت عايز الجهاز ده يتكلموا بعضهم. هو مين الاعجازة هيكلم بعضهم. انده فتح ليه هو مصنينجر يعني بتشايت معاه. ولا فتح اه فيس. بتتكلموا على الفيس. ولا فتح ايه بالزبط. كل برنامج عندك ده ينفتح بيبقالوه رقم. الرقم ده اسمه ايه? البرنامج. والدات عندك كده اسمها يا معلم. طب الخطوة اللي بعد كده. هنضيف. الانوان بتاع الجهاز. والانوان بتاع الجهاز ده. طب الانوان بتاع الجهاز ده كام؟ مية تن ونساقية مية تانية وستين ما اعرفش كام. اه محمود موجود في شبكة اكس. بيكلم ايمان موجود في شبكة واي. فهي كده احط ايه? العنوان بتاع الاجهزة. يبقى ثاني حاجة بخط الانوان هو انت رح شبكة كام تنطق. رح شبكة المنصورة هو رجل يعرف من ايه من الاي بي. اهو. يبقى هنا بخط السورس اي بي. والديستينيشن اي بي. الاي بي بتاع الجهاز ده. والاي بي بتاع الجهاز ده. واحنا قلنا قبل كده ان الاي بي بتاع اي جهاز ده بي عبرها فيه جزء نتوور وجوز ايه 리و ووس كده. صح كده? جزء نتوورك هيماشي الباكة عشان يوصل لل نتوورك. ولما يوصل لل نتوورك بتاعته الجزء بتاع الهوصله يوصله ايه؟ رقم. فيقول لك والله الجهاز الاولاني جهاز محمود موجود في مية التن وتسئين. 168 واحد واحد. والجزء بتاع ايمان موجود في مية التن وتسئين مية التسئين. 168 واحد. فانا قال الاول اوصل لشبك عشرة وبعدين اوصل فيها جهد رقم كام واحد والدات هنا بقى اسمه يا جماعة بكت يعني ده كله بقى اسمه ايه بكت اللي قبلها كان اسمه ايه سيجمت صح الكلام كده طيب علشان اروح لإيمان يبقى المفروض الطريق بتاعي سالك ازاي ليه محمد يبسرس مكت محمود محمد اهو الخطوة التانية بقى هنضيف هدر وديل في الاخر كده بقى فريم يا معلق هقول الصور سماك رقم كارت الشبكة اللي هياخذ منه الفريم ده محمود طب رقم كارت شبكة اللي هسلمه الفريم اللي باول ماك في وشي محمد طب وديل بيبقى في ايه معادلة اسمها اف سي اس طب وديتها بقى اسمها ايه دلوقتي فريم صح يعني انا لما جا اتكلم الياهو بحط الاي بي بتاعي والاي بي بتاع الياهو طب والماك الماك بتاعي امعلم والماك بتاع الجتوية بتاع الروتر بتاع تاني ماك الفريم ده هيروح له وعشان كده بيسمه الاي بي اند النهايات الراجل اللي بيتكلم هنا وراجل اللي بيستقبل هناك اما الماك لا الماك الماك بتاعك والنكستهوب بتاعك وجارك ها لما يا رب بقى بعد كده الازمينة هيعمل ايه هيشيل محمود ومحمد يرميهم ويحط محمد وصفت يروح يزمينة يعمل ايه شيل محمد وصفت يرميهم ويحط صفت محمود اللي بيتغير المكانت اللي عمرها تتغير تطSer classification , وامعيه ليث سابت الايبهات صفتة ليه لان هي اصلان دهناها هاتماشي وتعرف الناس كلها الى الكثير اندIfreem ده لواح لإيمان صح ولمشان كده الايبهات ثابتة وتضرر تول الرحلة وماpp أقال يғي إ tüss кто поймет تغير طول الرحلة مال وهو ده كان سؤال جافل من الحال الدول السؤال اسعا لديك وهو يقررحي دو الوقت يعني ابط countiesر کر الكثير السؤال ده يقولك أفضر حسنا إيه بى ده الهوست A بيبنج على الهوست B عايز يبعط رسالة من ال A لل B تمام سبك رسالة الارب لسه ناخده في الهوست A يعني ايه اللي هيبة موجود في الباكت اللي صالها من هنا اول حاجة هيبقى الـ IB بتاع الـ A والـ IB بتاع الـ B الـ IB بتاع محمود والـ IB بتاع ايمان طيب الماك الماك بتاع محمود والماك بتاع الجتويل هيروح لها الفريم صح كده لما احطت الـ IB بحطت الـ IB بحطت السوش والماك بتاع بحطت مين بحطت الماك بتاع انا والماك بتاع اللي بعدي انا اختلاف من الدولي ايش يعني هناك هيروح لها بحطت الـ IB 162 168 6 27 ده الـ IB بتاعه والماك بتاعه اللي هو 0 ما اعرفش كم ما اعرفش ايه طبعا كده طب و الـ IB اللي رايح له 129 164 7 طب و الماجل اللي رايح له دور اهو دا سؤالة بشوانتس محمود و الانتحان الدور شونا؟ لو كان نفس الجايس لو معاك نفس الشبكة يعني لو انا بابعتك وترعيك نفس الشبكة احط الـ IB بتاعك والـ IB بتاعي والـ IB بتاعك والماج بتاعك والماج بتاعك والماج بتاعك لو انا بجلب على طول يا عم منعك نفس الشبكة انما راجل دا رايح لإيه لجهد الشبكة تم طبعا كده طيب إيبا لما يجيني في الامتحان يا شباب إننا عندي الداة فلير فور اسمها إيه اسمها سيجمات الداة فلير سري اسمها إيه باكت الداة فلير تو اسمها إيه فريم الداة فلير وان بقى اسمها إيه شوية تهربة في السلك ستريم أوف بيت شوية تهربة في السلك ده بيسموه إيه جماعة الـ UDP تمام كده لا أسف بيسموه قم سواء ده بات أنا أتكرارك حالة آه بيديو أسف بيديو بروتوكول داتا يونت عجزت معي بس بروتوكول داتا يونت لم يقولك البيديو مقصود إيه إنه بيطلق على البيديو دي يعني اسم العين بتاع الداة فعدم يقولك البيديو vå Eloz في اسمها إيه الفريم الفديو في الر الفور اسمهاية tsegment الفديو ما معناه ياه جماعة الاسم in general الاسم ايه اللي هو البرتوكول داتا يونت بروتوكول داتا يونت حلو كده محمود دول ينحفظو Canad ناخد 10 دا بريك اه اه لا فيه جوز بسيط كده ها نشوف مع الارب ده الارب هو اختصاري ايه شباب الارب ده بروتكول اختصار Address Resolution بروتكول 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 الارب ده اختصار كلمة بروتكول الارب ده جماعة شغال في بيعمل ايه بروتكول الارب ده بصوا كده لو انا عايز اتكلم جهاز معي في نفس النتورك اهو معي على نفس السويتش اهو اده جهازي واده جهاز اسلامي وده الاي بي بتاع الشبكة بتاعتي اهو جهاز انا اخذ اي بي واحد اثنين جهاز اسلام اخذ اي بي واحد ثلاثة هل علشان الجهاز بتاعك يبعت الباكت او يخرج الباكت منه لازم يكون مينمام على الالب اربع معلومات في رقم الانوان بتاعك السورس اي بي ده الانوان بتاعك صح والدستنيشن اي بي الانوان بتاع اسلام واسمك انت ده بيسموه السورس ماك فهو المجزل اسمي بالضبط لو الفيزيكا الادرس في الدستنيشن ماك اللي هو اسم اسلام يبقى اول حاجة عنواني وعنوان اسلام واسمي واسم اسلام الجهاز بتاعك بيبقى عنده ايه السورس اي بي العنوان بتاعه واسمه السورس ماك والعنوان بتاع اسلام طب حد سوطر يقولي العنوان بتاع اسلام ده انا بجيه منين 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 لو عايز اكلم اليهه بجيب الاي بي بتاع اليهه منين لو عايز اكلم هطميل أعيز أجيب الاب بتاعه خط ملم منين ها من جهاز من سيرفر اسمه الـ DNS سيرفر يبقى لما يجيبه يكون عندي اسم حد وعايز أجيب الاب بتاعه وأجيبه مدين السيرفر خدناه في الابليكيشن لير فاكرين طيب الـ DST مايبقى اسم اسلام أجيبه منين طيب الاب بتاع اسلام أنا جيبتهم الـ DNS طيب المال بتاع اسلام أجيبه منين مش أعرف أجيبه فأما عاملين بروتكول اسمه الـ ARB لو انت معاك IB بتاع حد يديك هو الماك لو انت عندك IB بتاع أي حد يديك ايه الماك فالـ ARB ده في يديته يا جماعة الـ ARB ده موجود على كل كفرط الشبكة بتاعتنا موجود في اليسرين بيعمل ايه تقوله الـ DST مايبقى ده الماك بتاعه كام يديك الماك بتاعه حل طيب الـ ARB ده بيشتغل ازاي الـ ARB ده فيه رسالتين اتنين رسالة اسمها الـ ARB ريكوست لما تكون عايز تجيب مك حد وفيه رسالة اسمها ARB ريبلاي فيرد عليك بالنك يبقى الـ ARB فيه كام رسالة رسالتين رسالة اسمها الـ ARB ريكوست ورسالة اسمها الـ ARB ريبلاي حلو جهازي اهو الـ ARB بتاعي كام واحد اتنين ايه سابعت معلومة مين لإسلام واحد ثلاتة فمعنديش الـ ARB بتاع اسلام جيتم الـ DNS طيب الماك بتاعي ايه طيب الماك بتاع اسلام معرفوش اعمل ايه اعمل ARB ريكوست يعني ايه ARB ريكوست يعني اخط مكان الماك بتاع اسلام 12F ده حاجة محفوظة ايه 12A F مكان الماك بتاع اسلام مكان الـ 12 رقم بتوع الماك بتوع اسلام احط 12F انت عزين 12F دول معناهم ايه معناهم بروتكاست ماك معناها ان الماك بتاعي وحايد معناها بروتكاست ماك معناها ان الرسالة هتطلع من عندي اهي تروح للسويتش السويتش يبص على 12F دول اه ده معناها ان يتوصل لكل الناس يوم خرج الرسالة دي لكل الناس انت عفين ده معناها يا جماعة معناها بقول يا جماعة عن الـ IP بتاع وحي الثلاثة يرد عليها بالماك بتاع انا معرشت مين فيكم الاسم محمود فبقول يا جماعة الرقم وحي الثلاثة فيكم يرد عليها باسمه فالرسالة بتوصلوكم كلكم عشان الرسالة بتوصلوكم كلكم اخط الـ destination ماك بتاعها كم 12F الرسالة اللي بيقى destination ماك بتاعها 12F باسمها ARB ريكوست يوم كل الرسالة رحة ليكم رحة ليكم والله كل واحد يمسك رسالة ويبص يا فاعة واحد ثلاثة طب الـ IP بتاعنا ده الرجل ده بيدور علينا فانت ترد عليها طب وانت عندك معلومات ايه ما انا بعتها لك يا عم واحد اتنين والماك بتاع ايه ما انا بعتها لك طب ارد عليك بمين يا جماعة بـ ARB reply يبقى الجهاز الـ IP بتاعه موجود في الرسالة رد عليها بمين بالماك طب هل انا كل شوية هاعد اعمل كده انا ما اتكلم محمود اعمل ARB request اكيش اكيش عندي في الجهاز بتاعي محمود اهو انا اجل اندي ايه على الجهاز بتاعي في جدول اسمه ايه اسمه ARB cache في جدول اسمه ARB cache اه بخزينه عندي فترة معينة لحد ما اعمل استطر الجهاز طب انا لو عايز اعرف المكات بتاع كل الاجهزة اللي كلمتها اعمل Command اسمه ايه عالضبصة كده يا معلم CMD عالضبصة اهو اهو لو انا عايز اجيبه الاجهزة بتاع المكات بتاع الناس اللي معاها في الشبكة اعمل Command اسمه ARB مسافة داش A يجيبلي الاجهزة والمك بتاع كل الناس اللي كلمتني في الشبكة حد يبني جاديا حد فتح حاجة عملا عندي لما الجهاز بيكلمك بيجي ويجيب المكات بتاعك يتسجل عندك اهو طبعا ما اكلمتش حد خالص يعني لك الشبكة لك الشبكة هنا اساسي هي عامل زي ريس شجاء بتاع التليفون والخصن في اي حاجة زي اللوجي كده ايبهات بما كان احنا عقديم شبكة مخترمة فيها ن prominent راحة جاي هيجيب لك كل الايبهات بالمكات هلوي الكلام ارب داش ايه ايه يعني الرجل بايه بيكيشه عنده الجدول الجدول دا اسمه ايه اسمه ارب ارب كيش اي جهاز بيفم آي بي بيعمل الجدول دا يعني اي جهاز بيفم آي بي يعني جهاز الكمبيوتر لو جهاز الكمبيوتر بيفم آي بي بفهم الحدد السبع لير الروتر طب السويتش بتفهم السويتش منوشه الاب ما تلاقيش عنده ارب كاش السويتش جهاز لير طوب اخر مكات تمام كده يبقى الجهازين دول اللير ايه سري هم اللي بتلاقي عندهم جدول اسمه ايه ارب كاش الار بي كاش ده فيه يا معلمين في اي بي وماك ادرس الاب بتاعة الجهازة اللي انت كلمتها بالمكات ادرس بتاعتها حلو كده الكمند اسمه ايه لو انت شغال على بي سي بتخش عالدوس وتكتب ايه ارب المسافة ده ايه طب انت وارف على الروتر بتعمل كومند اسمه شو مسافة ارب اهو مش دي شبكة كنا شغالين عليها مش دي شبكة كنا شغالين عليها اه ودول بيكلموا بعضهم عمليه بنيبوا على بعضهم بيجي تريبا ان كان شبكة بتاعتنا كان فور ولا سيكس ده للأسل ده كان سيكس انو كان لدينا شبكة فور كنا نسبطناه حالا اهو تعاني عميلها فور اهو 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 تمام نحط لده اي بي اهو نحط لجهاز التانية اي بي اهو اهو نجيب جهاز تالت كمان عشان خطري عشان يوضح الموضوع اكتر اهو نحط له اي بي اهو بصوا يا جماعة عملت سيميوليشن اهو شوفوا الرسالة دي لما جي خلاة مبعت لده شوف كده بصوا ايه لا يحصل بصوا شوفوا الرسالة الخضر دي ايه ده عمي رحت الاتنين ليه اصديميش الرسالة اللي انت بتبعتها ده هو الراجل ده كان عايز يكلم الراجل ده فبعت الاول رسالة برتكست لكل الناس بيشوف اسمه صح كده اهو فالراجل ده قالك والله لا ده الراجل ده بيدور على واحد تلاتة ده بيدور على واحد تلاتة ده اللي هرده عليه اهو 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 رده عليه بالماء بتاعه دص بقى لما يجب أبعط له باية بعد كده أبعط له لوحده صح وكده خلاص كايش عندي يا معلم صح تعال خش بقى في الوقت كده افتح تدص بتاع الجهاز اكتب ARB داش ايه وحكا لاتا لمك بتعمل صح صح الكلام يبقى اي جهاز بيجي يكلم اي جهاز في الدنيا الاول لازم ان يعمل ARB طب لو انا عملت الريستارت للجهاز ده يعني جيت هيدا عمتوا اعمله الريستارت اهو الكاش خلاص راعش اعمل ARB داش ايه كده ARB داش ايه ما هو كايشه يعني ايه يعني حطه في الميمورا عنده كل رامة الرامة دي بتاع بيحصل الله ايه لما بتقطع الكهربة بتطير طب لو ما يجي الكلمة الجهازة تاني يوه قد يعمل ARB من اول وجديد اهو طبعا خبالك اللامبة بتاع السويتش بتقعب بين 30 ل 50 ثانية عشان تنور اخضر وده هناخده ان شاء الله في السمسطر التالت لو عايز اتنور على طول اضغط على فاصل فورورد كده لسبب بسيط يعني هبولوك عليك ان شاء الله باكفيوميها اهو شايف ايه يا عم ده وبيعمل ARB تاني ليه اه بس الاول نخلي اللامبة تنور كده تخش على السميوليشن اهو الراجل ده بيبعت ترسال للراجل ده ايه ده وبيعمل ARB تاني ليه يا عم عليهم الاتنين ما لقفلت وفتحت فالانترس اللي موجودة في الارB كانش اتمسحت صح اهو هل هو الكلام هل هو الكلام كده طيب لو انا بقى لو الراجل ده قسا مش موجود معي في الشبكة اهو اوصل اهو ده الكرت ده واجيب شبكة تانية اهيه الراجل ده موجود في شبكة تانية شبكة اخرى اهيه اهو ده شبكة تانية خالص اهيه شبكة صح على برض تانية من راوتر على سويتش تانية خالص اهو طيب الشبكة ده ايه بقى تبقى كام وليكن مثلا مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين اتنين زيرو سلاش كام اربعة وعشرين حاجة على الاي بي ده اهو واجدله اي بي كام اتنين 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 اهو اتنين اتنين مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين اتنين اتنين تمام واجدله الاي بي بتاع الراوتر اتنين واحد بسا لسا محطتش اي بي هات للراوترات فهنا نحط اي بي راوتر فكنا نحط اي بي الانتنين في الراوتر كنا نعمل ايه اهو نو انابل مية تمانية واجده مسافة تيرمينال انترفيس باش ماندس اهه باش ماندس محمد زيرو على زيرو اي بي ادرس اسم الاي بي ده باع الراوتر اهو بس ابنة ماسك بتاعه اهو ونقول له ايه شباب انه وشت داون اجزت الانترفيس التاني انترفيس فاست زيرو على كام واحد اي بي ادرس مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين اتنين واحد خمسة وخمسين خمسة وخمسين ها بين خمسة وخمسين زيرو ونو شت داون لكن يا شباب مبارح الكلام ده اهو السيموليشن اهو دنيا كلها اتنور ايه طب يا معلم بقى لو واحد من هنا احط الديجي توي بتاعته بس الاول اهو اللي هو كام اللي يجيب تاع الروطر بتاعه اللي هو كام يا شباب واحد واحد لو واحد من هنا محمود عايز يكلم الرجل ده فيعمل بروتكاست اهو اهو الروطر ما بيعدش البروتكاست خبالك الروطر بيقسم البروتكاست فكده الرجل اللي بيدور عليه شبكة تانية بعيدة عند الياهو من هناك بعيد من اللي هرب عليا الروطر هيقول لك حط الماج بتاعي وبعت الفريم فين اللي هرب عليا اهو هيقوم الرجل حطط الماج بتاع مين بتاع الروطر وبعت لمين الرسالة الروطر هو اللي يستقبلها ويقودها ومعี้ نلتلتك فاكر الماج بتاع البعاة ومكان الروطر اللي بعد طب الروطر هو ماشف الماج بتاع الجهاز يعمل راء الارب التاح حول الرجل ده بعيده الاو يوم الرجل باعت له ايه الماج بتاعه الطب الروطر ده ستسجل عليه الماج بتاع الرجل ده والماج بتاع الرجل ده صح؟ طب عزين نشوف الماج ده نعمل ايه الاربكاش بتاع الراوتر نعمل شو مسافة اارو قمند اسمه شو ايه اارو لهو على الراوتر و انتر قال لي والله انا عندي واحد واحد اللي هو بتحتي واحد اثنين الانترفيس التانية وبتاع الجهاز اللي كان بيتكلم الجهاز عن الجهاز التاني صح كده؟ عنده واحد اثنين واثنين اثنين و عنده واحد واحد واثنين واحد لما بتوعه هم يبقى القربي فيديته ايه؟ حد يقول لي كده القربي فيديته ايه؟ اه لو انا عايز ابعط رسالة لجهاز تاني يبقى لازم ان يكون عندي اسمه لهو الماج بتاعه الماج ده بيجيبه ازاي لو هو معي في نفس الشبكة الرسالة هتروح لنفس الشبكة طب لو في شبكة تانية من اللي بيرد علي الجهاز بتاعتي في الراوتر فهو اللي بيديني الماج بتاعه صح الكلام؟ شايفين حتى هتلاقيه 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 روليد اهو؟ لو عملت عليه شو اللي هو قرب داش ايه؟ قرب اهو؟ داش ايه؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقيه؟ عادة في الايدي بتاع الراوتر واحد واحد اهو صح؟ والماج بتاعه اه 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 ديس كفول في بيديو كده مش يده هتلاقيه بيديو كده ايه؟ ايه بيديو كده ايه ايه بيديو كده ايه بيديو كده سوّلت تطريبهات بالمكان اتفاهم بروتوكول 4 شباب؟ في أي مشكلة فيه؟ طيب الكمند بتاع البنج الكمند بتاع البنج بيستخدم بروتوكول اسمه ICMB اختصار كلمة انترنت كنترول ميسج بروتوكول بروتوكول بتاع البنج اسمه ICMB بيستخدم بروتوكول اسمه الانترنت كنترول ميسج بروتوكول ال ICMB ده هو ده اللي انا بروح اعمل عليه بنج مسافة ال IP اهو عايز اوصل من هنا الهنا اهو من هنا الهنا بروح بنج اهو بنج مسافة ال IP اهو لما بعمل بنج مسافة ال IP ههه انت الجهاز بتاعك بيبعت اربع رسائل اسمه من الهنا اربع رسائل دول إيكو ركوست اسمه هون كده اربع رسائل إيكو ركوست وانسيار الجهازة بيرض عليك باربعآ اسم الوإيكو رُبلاي إيكو يعني ما يحمل الصود 9-4أربيعس Horn و 4أربيعسي لو انت بتبنيج من جميع الرائطر هتلاقي الرائطر بيبعد خمس رسائل 1-5أربيعس و الخمس رسائل 1-Sign إيكو ربلاي هو متو أنت تبنيج من ايه من الرائطر اهو منين يا جماعة من راوتر اما من بسي عادي اربعة واربعة يعني لو دخلت جوا الراوتر دلوقتي دهو وقلت له بينج انا عايز ابنج على مين اشوف فيه وصلا ما بينه وبنج الجهاز ده ولا لا اهو بينج على مية اتنين وتسائين مية تمانية وستين اتنين اتنين قال لك انا بعلتي كام خمسة وربلاي علي كام السقسيز خمسة على خمسة فلما في الامتحان يقول لك يعني ايه عالمة التعجب دي دي معناها كل علامة التعجب جوا الراوتر كده لو ترد عليك بعالمة التعجب معناها ان هي وصلت معناها ان ايه وصلت طب لو انا بقبنج على الراوتر على جهاز مش موجود عندي في الشبكة اهو مية اتنين وتسائين مية تمانية وستين اتنين عشرة ده جهاز مش موجود في الشبكة اهو نقطة كل رسالة ما بتوصلش بيجي مكانة ايه نقطة النقطة دي معناها ايه شباب معناها ايه النقطة دي معناها request time out request time a out طب الاعلامة التعجب دي معناها ايه reply رد علي طب لو انا بقبنج على واحد مش موجود معي اسمت الشبكة مش موجود اسمت الشبكة فقط مش موجودة عندي يعني انا بقبنج على اتنين عشرة الشبكة اتنين زينو موجودة بس الجهاز اتنين عشرة مش موجود طب بقبنج انا بقبنج على اربعة عشرة هيظهر لي ايه بصوا كده بنج مية اتنين و تسعين مية تمانية و ستين اربعة عشرة صح كده نقطة يبقى النقطة دي معناه ايه ان رسالة فيل سواء كان معي في الشبكة او ما كانت الشبكة تطور اسمت موجودة خالص طب لو انا بقبنج على الجهاز بقبتاعي اهو بنج بنعجز تعيوه مية تن و ستعين مية تمانية و ستين اتنين عشرة مية تنين و ستين اهو دوت اتنين دوت عشرة بقل ايه هوست ان ريتشابول هوست ان ريتشابول الجهاز مش موجود صح اهو الجهاز مش موجود اهو بقبنج على الجهاز مش موجود دي شكل النقطة بالزبط ها هوست طب لو انا بقبنج على شبكة اهو تلاتة عشرة الشبكة مش موجودة كلها هوست ان ريتشابول شايفين يبقى النقطة دي معناه ايه ريكوستان مقود او هوست ان ريتشابول يعني مسلا وليكن انا عند الانترفيز دي جماعة مقفولة اهي بصم جيت ايه فاصل زيرو على زيرو ريتشال القون دي قفل لأ ليس انا قفلت اللي المادي فازيرو انا زيرو القون اهي زيرو على واحد ريتشال القون دي خالص قفل اهي لما يجي الجهاز دي يبنج على ده هيقول له مش موجود بس مش هيقول لك القطع فين اهو بصش كده بينج اهو على الجهاز 192 168 اتنين 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 الجهاز اللي كان الموجود هناك اللي اما التاني هيقول لك ريكوستان مقود وخلاص شايفين اهو الجهاز مش قادر اوصل له خلاص اهو قالنا القطع فين قال لك بقى عمل كومند بجديد عشان يتبع لك المصار يقول لك القطع عند انهي اي بي بالزبط الكومند ده اسمه ايه اسمه تري سيرت اللي هو تريس روت تتبع المصار وديه له الاي بي اللي انت عايز تتبع مصاره ان انت عندي في البيت قطع وعايز اعرف القطع من عندي من الروتر ولا من عندي تي داتا ولا مين بالزبط فقام عمل تريسرت مسافة يهو دوتكم طب بعد المصار من الاول عندي لحد مين يهو دوتكم بيعد على الروتر بتاعك يقوم الروتر بتاعك باعت لك الاي بي بتاعه بعد الروتر بتاعك هتلاقي نجوم بصوا كده تريسرت من اللي رد علي واحد واحد طب بعد واحد واحد حد عبرني تعرف ان القطع على طول بعد الواحد واحد فعلا القطع فين صح كده طب لو كان دي شغالة اليام التاني دي شغالة بصهم انا هشغلكم اهو ونفذ الكومان دي تاني يلا يا عم كده نفذ الكومان دي تاني اهو اهو الكوماند اللي هو اسمه تريسرت ده يا شباب زي البنج بالزبط بس الكوماند ده بيعمل ايه بيتتبع المصور مسافة الاي بي اللي انت عايز تتبعه يقولك تطعف انا حتى بالزبط اسمه من عصي من عضوص بتاعي الجهزة العادية باش مهندس تريسي اختر طب لو انا بعمله من جو الروتر لو انا بعمل تريسي اختر من جو الروتر اسمه تريس روض مسافة الاي بي مايكروسوفت عاملها تريسيرت بتدلعه ساسكم ممكن تكتبو تريسيرت في اي مشكلة فيه هو هو ده كوماند ستندر شغال على مين برتكول اسمه ICB هلو كده ها في مشكلة كده عند حد تا كده يا جماعة البارت الاولاني بتاعنا ده الجوز اللي كان فضلنا من المبارح في اي سؤال في الجوز الكله في اي سؤال مسترخلس اولاني ها ممش اي حاجة تاني فيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله فضلنا بس دين رائع هذه كلمتاب حاضر حاضر بصش بات بالمرة كده وحنا عاعدين اشتركوا في القناة